قبل أيام قليلة صادف احتفال العالم بيوم حرية الصحافة تلك الحرية التي فقدها الصحفيون اليمنيون يوم ضاعت دولتهم 18 صحفيا مختطفا لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع تفيد المعلومات بتعرضهم الدائم للتعذيب وسوء حالتهم الصحية تحاول بعض المنظمات الدولية خاصة تلك الآخذة على عاتقها التحدث باسم صحفيه العالم التحرك ولو بخطوات بطيئة لتسليط الضوء على صحفيين يمن المتهدين منها الاتحاد الدولي للصحفيين والذي أعلن رغبته في ابتعاث وفد تابع له لزيارة اليمن ولطلاع عن قرب على أوضاع الصحفيين اليمنيين جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بأمين عامل اتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث انتهاكات ميليشيا بحق الصحفيين في اليمن هي خطوة متأخرة نوعا ما لكنها ضرورية كون اليمن في قائمة منتهكي حرية الصحافة في العالم إذ لا تكاد أي حصائية تدور حول انتهاكات حرية الصحافة في العالم تخلو من اسم اليمن في رأس القائمة يبدو أن هناك تحركات دولية لمحاولة التأثير لصالح الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون الميليشيا والضغط عليها لكن أكثر المراقبين تفاؤلا لا يتوقعون النجاح لهذه الجهود في انتظار ظهور النتائج في الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر